مرحباً في المحاضرة السادسة إنها الأخيرة أريد أن أستمر وأنتم؟ حسناً أريد أن أبدأ بآية رائعة بالنسبة للمؤمنين ما هم الأمران اللذان سنحاسب عليهما؟ الأول اشتراكنا في بناء البنكوت الثاني كيف نبني حياة الأفراد دعوني أريكم هذا إنه يخص كل الأمرين للزارع والساقي لهما هدف واحد ألا تحبون العمل الجماعي؟ عندما بدأت الخدمة منذ أكثر من ثلاثين عاماً لم يكن لدينا مفهوم أن نكون أعضاء في فريق لكن لدينا الآن وأنا أحب كوني جزءاً من فريق أحب فريقنا في ميسنجر انترناشنال أحب كل الشركاء في الفريق شركاء الصلاة وشركاء الدعم المادي للزارع والساقي لاثنان لهم هدف واحد وسينال كل منهما مكافأته حسب ثمر عمله هذه جملة رائعة في كلمة الله هل يمكنكم أن تقولوا أمين؟ كيف نعمل؟ رمي 12 عدد 6 يقول فلكل واحد منا موهبة مختلفة معطاة لنا بسبب نعمة الله جميعنا لدينا مواهب مختلفة هذه المواهب تساعدنا لنتمم دعوتنا التي وضعنا الله فيها لنبني بيته كان لدي امتياز بناء بيت أذكر حين كنت أشاهد العمال يدخلون كم كنت مذهولا عندما دخل النجارون وبدأوا يصنعون صورة درج وشاهدت مهارتهم في استخدام الخشب قلت عجبا الروحيات أيضا نفس الشيء أعطانا الله إمكانيات مختلفة لنقدر أن نبني بيته الذي صممه بنفسه ليتنا نتمسك بإمكانياتنا أتعص شخص في الكنيسة هو الشخص الذي يحاول أن يعمل بموهبة شخص آخر أسعد إنسان هو من لا يعمل ذلك بل هو يعمل بموهبته هو حسنا موهبة مختلفة معطاة لنا بسبب نعمة الله المفتحان هنا هما النعمة والموهبة نعمة تعني كارس الكثيرون يفهمون النعمة على أنها غفران الخطايا عطية مجانية وفيها الخلاص وهذا صحيح ماءة بالماء لكن كارس تعني أيضا أن الله يعطينا القدرة على فعل ما لا يمكن أن نفعله نحن بقدرتنا الشخصية تذكروا أن بولوس قال عملت أكثر من باقي الرسل جميعا رغم أني لم أكن أنا العامل بل نعمة الله عملت فيها يقول إن النعمة مكنته ليستطيع أن يعمل أكثر إذن الكلمة الثانية هي موهبة إن أخذت كارس وأضفت إليها حرفي الأم والإي ستصبح كارزما هذه هي الموهبة الخاصة التي وضعتها نعمة الله فينا لتمكننا من تتميم ما خلقنا من أجله إحدى كارزماتي هي الكتابة لأكون صريحا لم أكن كاتبا جيدا قبل أن يتكلم الله إلي هذه كلمات نعمته تذكروا أن بولوس قال أترككم في رعاية الله وكلمة نعمته حين قال الله أريدك أن تكتب كانت الكتابة الإبداعية في اللغة الإنجليزية أسوأ مادة بالنسبة لي قابلت شخصا واحدا درجته أقل مني في اللغة الإنجليزية وقال لله اكتب تلك الكلمة كانت الكارزما التي أعطتني القدرة على الكتابة والآن وبعد 19 كتابا عشرة ملايين نسخة في أنحاء العالم بأكثر من 73 لغة أقول بصدق أنني نلت موهبة الكتابة إحدى المواهب التي لا أملكها هي الترنيم عندما أرنم يصرخ أفراد عائلتي ويلقون أشياء علي ابني يضحك علي وموهبة الرقص يضحكون علي حين أحاول أن أرقص يقولون أنت لا تلتزم بالإيقاع هذا ليس من الكارزمات التي أعطيت لي فلكل واحد منا موهبة مختلفة معطاة لنا بسبب نعمة الله فليستخدمها في بناء بيت الله بطرس الأولى 14 يقول ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة موهبة عن كارزمة لم يقل كل قصيس لم يقل كل خادم بل كل واحد إن كنت مولودا من جديد ومملوءا بالروح لديك موهبة أو مواهب في حياتك إنها إمكانية الله التي تفعل بها ما لا يمكنك فعله بإمكانياتك هللويا يخدم بها بعضكم بعضا الله لا يحب أن تخفي مواهبك مانع استخدام مواهبك هو الخوف يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين هذه كلمة مهمة الوكيل هو شخص يدير ما يملكه شخص آخر موهبة الله فيك ليست إمكانياتك بل إمكانياته وكلك عليها لنقول أنني أعطيتك من شاري الكهربائي هذا من شاري أنا وقلت سأسافر لستة أشهر يمكنك أن تستخدمه يمكنك أن تدخل حديقتي وتدمر كل الشجر فيصبح مجرد جذور وتصبح حديقتي بشعة صدقني سوف أحسبك عندما أعود أو يمكنك أن تقول سأهذب كل الشجر وسأزيل كل الفروع الزائدة فأعود أقول عجبا رغم أنه كان من شاري كان يمكنك أن تستخدمه كما تريد ووهب الناس مواهب مختلفة التواصل والترنيم وهناك من دعي ليقود الملايين لمحضر الله لكنهم استخدموا مواهبهم لصالح هوليوود ولتحقيق أرقام قياسية سيحترق عليكم أن تختاروا كيف تستخدمون هذه الموهبة هل ستبنون الملكوت أم حياتكم الشخصية أمورا أبدية أم أمورا وقتية يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة إله المتنوعة هناك مواهب مختلفة كثيرة في الكنيسة وإحدى البركات التي أنالها من سفري حول العالم هي أنني أرى كل المواهب المختلفة إنها رائعة إن نظرت إلى المنظر العام تندهش مما وهباه الله للناس وتتعجب منه أذكر أول مرة وعظت فيها بعد زواجنا أنا وليزا وكانت في الصف الأول كانت نائمة نامت بعد خمس دقائق من بداية عذة وصديقتها الجالسة بجوارها كانت نائمة أعمق منها لم تكن لدي القدرة على الوعظ لكن عندما قال الله لي أريدك أن تذهب وتكون راعيا للشباب في أرلندو بفلوريدا أتذكر أول مرة تحدثت فيها كانت الجماهير منبهرة وكانت زوجتي تقول أرجوك يا جون لا تحرجنا وقمت وكان الجميع واقفين يسرخون ويهتفون ثم عدت المايكروفون إلى الراعي وجلست بجانب ليسا وكنت أرتعش نظرت إلي وقالت من الذي لبس جسد زوجي أتت تلك الموهبة وأعطتني القدرة على فعل ما دعيت لأفعله أتفهمون هذا؟ والآن أريدكم أن تنظروا إلى كورينثوس الأولى ثم يسأل في الوكلاء وهذا هو المطلب الوحيد للوكيل لكي يوجد الإنسان أمينا هذا مذهل قال الله أعطيتكم هذه المواهب والطلب الوحيد أن تكونوا أمناء قلوا أمناء فعلت هذا مع قادة الخدمة في أرجاء المدينة لكن دعوني أركز على كلمة أمين قلت أعطوني تعريفات لكلمة أمين لإقتصر الوقت ولأن أعضاء من فريقي هنا يعرفون الإجابات سأعطيكم معظم الإجابات التي حصلت عليها مخلص يعتمد عليه وفي جدير بالثقة مكرس صادق هذه أغلب الإجابات التي حصلت عليها من قادة الخدمة في أرجاء أمريكا عندما تحدثت معهم هذا هو تعريف الأمانة الذي لم أسمعه أبدا وهو التضاعف دعوني أذكركم بمثل الوزنات ومثل الأمناء تذكرون أنه كان هناك رجل أعطى وكلاءه خمسة وزنات ووزنتين ووزنة أنا أرى أنها كانت مواهب أي كارزمات سافر في رحلة طويلة ثم عاد وماذا فعل ذو الخمسة وزنات عامل وضعف عددها وعندما عاد الرجل أعطاه عشرة وذو الوزنتين ضعفهما أيضا وأعطى الرجل أربع وزنات هل تعلم أن الرجلين يكوفئ بالمثل أحسنت أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا لاحظ أن يسوع يعرف الأمانة من جانب واحد لم يقل أنه يمكن الاعتماد عليه أو جدير بالثقة قال فقط إنه ضعف كنت أمينا في القليل لذلك سأوكلك على الكثير أدخل وشارك في فرح سيدك هذه هي نفس الآية لمن جعل الخمسة عشر ومن جعل الاثنين أربعة أتتابعون؟ لكن الآخر ذهب وخبأ وزنته موهبته قال لسيده قد كنت خائفا منك الخوف سيمنع استخدام موهبتك أتفهمون؟ قد كنت خائفا منك فهو لم يفهم شخصية سيده قال أعرف أنك رجل قاس الله ليس قاسيا أتمازحني؟ إنه أب يشجعنا هيا 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 أنا معك أنا لست ضدك أنا معك سوف تكون رائعا إنه أكثر الأشخاص تفاؤلا في حياتك الله هل أنتم معي؟ حسنا ثم نظر السيد إلى ذلك الرجل وقال له أنت عبد شرير وكسول ثم قال فخذوا منه الوزن وأعطوها للذي له العشر الذي كان معه خمسة جعلهم عشرة وأصبحوا إحدى عشر أما هذا فلا شيء ذات يوم قال الله لي تلاحظوا أنني لست اشتراكيا أنا أميل إلى الرأس مالية في التفكير الاشتراكي سيعطي ثلاثة للجميع فيصبح لدى الاثنين الأمينين ستة والكسلان له ثلاثة ثم يأخذ واحدة من كل من الذين معهما ستة ليجعلهم خمسة ويعطي الأخير لاثنين فيتساوه الله ليس اشتراكيا إنه رأس مالي في طريقة تفكيره أنا أعظ جيدا ما هي الوصية الأولى التي أعطاها لنا؟ أثمروا واكثروا لم يكن يقصد فقط الأطفال بل كان يقصد أي شيء أعطيه لكم أعيدوه لي متضاعفا ابن بيتي يا أبنائي هل فهمتم؟ وأنا سأقودكم وأرشدكم في عملكم كيف سنضاعف الأشياء؟ إحدى الطرق التي يمكننا أن نضاعف بها وهي إحدى الطرق وليست أهمها هي من خلال العطاء قولوا عطاء أريدكم أن تسمعوا ما قاله يسوع قال يسوع اكسبوا أصدقاء لكم بثرواتكم الدنيوية فعندما تنفذ ثرواتكم أي عندما نتركوا الأرض أصدقاءكم الذين سنعطموهم بثرواتكم يرحبون بكم في المنازل الأبدية بمعنى آخر يقولوا استخدموا مواردكم وحولوها إلى أهداف الملكوت لأنه عندما تحول الموارد العالمية إلى أهداف الملكوت فأنت قد جعلت مواردك تدوم إلى الأبد لأنه إن نظرت إلى كورنسوس الثانية تسعة تجده يقول ويوزع بسخاء أي يضع موارده في الملكوت ويعطي المسكين وتذكر ليس المسكين مالياً بل المحتاجين لله وبره إلى الأبد يبقى بمعنى آخر عندما يحول إمكانياته إلى أهداف الملكوت ويفيد آخرين عمله سيبقى إلى الأبد إن رأيت رجلاً من رجال الأعمال إنهم يعملون بجد ويربحون أموالاً يقولون سأحتفظ بهذا المال وسأفيد أولادي وزوجتي سأحكي لكم قصة حقيقية الجميع يعرفون أنني أحب الجولف إنه أمر مشهور أحد شركائنا علم أنني سأعظ في دريم سنتر في لوس أنجلس فقال جون ستكون قريباً من ريفييرا هل تحب أن تلعب؟ فقلت نعم بالطبع فذهبت ولعبت في ريفييرا كان يوماً رائعاً حسناً أدخلت الكراتة بدربات قليلة وتفوقت على زملائي كنت رائعاً يمكنك أن تفهم هذا إن كنت تعرف الجولف إذن ونحن في طريق العودة إلى الفندق قال جون ألا أسألك سؤالاً قال عمري قارب الخمسين بنيت عملاً يساوي تسعة ملايين زوجتي وأولادي بأمان لماذا أتعب نفسي في عمري الخمسين وأبني عملاً يساوي خمسة وثلاثين مليوناً قلت هذا سؤال جيد لكن دعني أجاوب بهذا الافتراض لنفترض أنني قلت لك كتبت ما يكفي من الكتب وزوجتي وأولادي بأمان أنا في الخمسينات لماذا أتعب نفسي وأكتب المزيد أو أسافر لأعظ المزيد من الناس فنظر إلي وقال هذا سيء لن أحب أن أكون مكانك عندما تقف أمام يسوع قلت أنت قلت نفس الشيء بعينه المشكلة بالنسبة لك هي أنك منفصل عن دعوتك دعوتي أنا دعوة مباشرة أنت منفصل عن دعوتك أنت لم تدرك أن الله وضعك في السوق ليس فقط لتكون نوراً براقاً مشرقاً فقال عجباً اتصلت به بعد ستة أشهر قلت سكوت كيف حالك فقال لي ما قلته لي ظل يطاردني طوال الوقت وهأ أنا أبذل جهدي لأبني عملاً يساوي خمسة وثلاثين مليوناً لأساهم في الخدمة هذا ما نحاول أن نقوله كل واحد منكم مدعو ليبني بيت الله وهناك أيضاً أمر أتناوله في الكتاب وهو يتحدث عن العطاء كم؟ الشراكة أمر مهم يقول بولوس عندما تعطي لخدمة تكون شريكاً كل شركاء ميسنجر انترناشنال كل واحد ساعدنا في الوصول إلى الناس حول العالم سيكافأ على كل نفس تخلص قال داود سيكون نصيب الرجل الذي بقي عند المؤن نفس نصيب الرجل الذي حارب سيكون جزءاً من الفريق أنا أنظر إلى أعضاء الفريق الذين هنا شركاء الدعم المادي منذ سنوات ستكافأ على كل نفس نصل إليها أنا وليزة وباقي أعضاء فريق ميسنجر انترناشنال هذا أمر عظيم وهو موجود في رسالة فليبي في الأصحى الرابع وقرأوا هذا في الكتاب الطريقة الثانية للمضاعفة هي الخدمة قولوا خدمة أتعرفون أحد أعضاء مجلس الإدارة أحد أعضاء مجلس الإدارة في كنيسته المحافظ هكبي هو في كنيسته يعمل في ساحة انتظار السيارات أل سمعتم هذا؟ إنه يرشد السيارات إلى ساحة الانتظار لأنه يقول لي دعوة عندما بدأت أحضر الكنيسة كان يعمل في الكافيتيريا ثم انتقل إلى ساحة الانتظار لا تسيء فهمي لقد دعي ليكون في الساحة السياسية لأمريكا لكنه أدرك أنه دعي أيضاً ليخدم في كنيسته وأنا دعيت للخدمة لذلك ها هو يشرق بنوره في أنحاء البلاد لكنه أيضاً يفهم مدى أهمية الخدمة أتفهمون؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زور cloudlibrary.org أتفهمون؟ حسناً، كما قلت من قبل أنا أؤمن بشدة أن من يخدمون في الإرساليات يكافؤون على كل نفس تلمس لن أنسى خادماً عظيماً اليوم كان يخدم مع أورل روبرتس عندما كان أورل روبرتس يقيم تلك الاجتماعات الضخمة وهو كان يخدم في الفريق وذات ليلة كان يقف خلف الستارة يفكر أستطيع أن أفعل هذا أستطيع أن أقف وأعظ وقال له الروح القدس إن كنت هناك الآن تعظ الناس لن تكافأ ولا على نفس واحدة لكن لأنك تفعل ما طلبت منك أن تفعله تقف هنا وتقوم بخدمتك في الفريق كل شخص سيربح لي الليلة ستكافأ عليه أبدياً أرأيتم أهمية الخدمة؟ أتتابعون؟ من المهم جداً أن نخدم معاً ككنيسة لأنه حتى إن نظرتم إلى بطرس تجدونه هو الذي يعظ دائماً كان الرسل يقومون بكل العمل في البداية ثم نجد أن المؤمنين يقولون نحن من المفترض أن نخدم أيضاً لأنه مكتوب كانوا يخدمون في كل بيت لكن بعد ذلك في أصح 6 تجدهم بدأوا يعينون أشخاصاً ليقدموا للأرامل الطعام كان منهم فيلوبوس واستفانوس وضعوا عليهم الأياد وعينوهم لإطعام الأرامل لأن الرسل قالوا سنكرس أنفسنا للصلاة والخدمة يقول الكتاب وتكاثر عدد التلاميذ بشكل كبير اسمعوا هذا إن ربحت عشرة ألاف شخص للرب كل شهر واستمريت على هذا سأحتاج خمسين ألف عام لأربح كل العالم على اعتبار أن لا أحد سيولد أو يموت لكن إن ربح شخصان اثنين نحصل على أربعة وكل من الأربعة يربح اثنين سنحتاج فقط ثلاثة سنين فاصل ستة الحالة الأولى تدعى الإضافة والثانية تدعى التضاعف العظيم هذا ما يحدث عندما نكون في أماكننا في الخدمة وقد وضع الله هذا في سفر الأعمال قصدا لكي نرى أهمية مكاننا في الخدمة لا أحد يراك الكتاب يقول وأعضاؤنا التي لن نريد إبرازها هي التي نوليها تماما أعظم لماذا نعتبر منبر أهم؟ لماذا؟ لماذا نعتبر منبر أهم؟ لأنه جزء مرئي هل تعلم أن الله قال وأعضاؤنا التي لن نريد إبرازها هي التي نوليها تماما أعظم؟ لذا يجب أن نجدد أذهاننا فيما يخص هذا الأمر الطريقة الثالثة هي الصلاة لدينا شركاء صلاة في ميسنجر انترناشنال هذا قيم جدا بالنسبة لي عندما أقول لفريقي أنا ذاهب إلى مكان ما أحتاج أن تصل لا تتخيل مدى شعوري بالراحة والسلام لأنهم يعرفون كيف يصلون أحب أن يأتي إلي شخص ويقول أنا أصلي من أجلك كل يوم أحيانا يكونوا كلاما سطحيا وأحيانا أقول لهم أنا أصدقك وهم من أقيم وأثمن الناس في حياتي حقا لأنه يمكن أن يكون لديك كل مال الدنيا لكن بدون الصلاة انسى الأمر آخر ما أريد أن أكلمكم عنه لأن الوقت يداهمنا هو كيف نبني حياة الأفراد أولا لنبني حياتنا هل ننمو؟ هل أنت تنمو في الرب؟ عندما تسير مع شخص أحكم منك تنمو عندما تسير مع الله تنمو تصبح أكثر نطجا وحكمة أظن أن داود كان من هذا النوع كان داود يعيش في الكهوف في الصحاري وأخيرا أحضر له الله بعض الناس كان هؤلاء الناس هم كل مستاء ومهان ومديون هؤلاء هم من أحضرهم الله لداود لكن الرائع في الأمر أنه أثر عليهم لم يؤثرهم عليه وأصبحوا من أكثر الرجال شهرة في ذلك الجيل لأنهم كانوا مع رجل حكيم هل تتخيل ما يحدث للناس عندما نسير مع يسوع؟ عندما نسير مع روحه؟ نصبح أكثر حكمة يمكنك دائما أن تميز من يسير مع يسوع إن كان يزداد تقوى يزداد تواضعاً تزداد رؤيته تزداد شفقته إن كان قد فقد اشتعاله فهو لا يسير مع يسوع مسيرة يومية فأنت تقضي وقتاً في محضره هذا عن النفس فماذا عن التأثير على الآخرين؟ إما سنكافأ أو سنخسر حسب تأثيرنا في حياة الآخرين هذا لا ينتج عن خدمتنا فقط بل حياتنا اليومية مهمة كذلك أسلوب حياتنا ومعاملتنا للآخرين رأينا في الآخرين يتحكم في معاملتنا لهم إما بناء أو هدام إن كنا نراهم أقل سنعاملهم كذلك سنستخفوا باحتياجاتهم ونتحدث معهم باستعلاء إن قدرنا الأفراد سنسعى لبنائهم ولتقوية حياتهم بقلب محب إن رأيناهم كموارد سنستغلهم خاصة إن كنا نعتبر احتياجاتنا ورغباتنا أهم منهم إن نظرنا للشخص على أنه مخلوق على صورة الله وله قيمة كبيرة وغال سنريد أن نبارك الآخرين حتى وإن بدأ أن هذا سيكون على حسابنا كيف نتعامل مع النوادل في المطاعم ومع بائع الخضروات؟ كيف نتعامل مع أعضاء فريقنا؟ لا أتحدث عن القائد فقط بل عن معاملة أعضاء الفريق لبعضهم هل نعملهم جيدا؟ نعملهم باحترام في غياب القائد؟ كيف نتعامل مع زوجاتنا ومع أولادنا أيضا؟ كل هذه الأمور تهم الله جدا هناك امرأة كتبت كتابا اسم الكتاب إنترام يوروس اسم المرأة ريبيكا روتر سبرينجر وكان هذا الكتاب من أكثر الكتب إقبالا على القراءة في المسيحية لكن أخو زوجها هو من أخذها في جولة في السماء يوضح ذلك الكتاب كيف أن علاقاتنا هنا على الأرض تتعزز أكثر في السماء لن نقول من أنت؟ بل نعرف بعضنا ستظل لدينا عائلات وستكون علاقاتنا أقربة في السماء وكم أحب هذا هذا يعني أن أليك واريسون وأوستن وأردن سيكونون مقربين إلي سأكون مقربا إليكم جميعا أسافر حول العالم لذلك سيكون لدي الكثير من الأصدقاء في السماء على أي حال قال هذا قال في الكتاب هذا ما قاله لها أخو زوجها قال إن أدركنا ونحن في الجسد أننا نبني لأبديتنا كل يوم كم ستختلف حياتنا من جوانب كثيرة كل كلمة لطيفة وفكر نبيل وعمل غير أنني سيكون عمودا له جمال أبدي في الحياة القادمة قابلت صديقي مايك في روكويل انترناشنال كنت مهندسا وكان هو محاسبا وأصبحنا أصدقاء مقربين جدا كان مايك يعمل في الضرائب وكان يعمل ضرائب مجانا وأصبحنا مقربين ثم ذات يوم انترك روكويل وأنا ذهبت للخدمة وهو فتح شركة محاسبة كان عملاء شركته حوالي 12 ألفا كما سمعت مؤخرا اتصلت بمايك وقلت له كم من هؤلاء العملاء يكلمته بكلمة الله قال 90% قلت إذن فقد بشرت أكثر من عشرة ألاف عميل قال بالطبع كثير من الرعاة لم يفعلوا هذا قلت قدت كم شخصا إلى الرب فقال مئات قال الأسبوع الماضي دخل رجل من كوبا وشفي تماما من السرطان لقد صلينا فقط ونحن نراجع ضرائبه حسنا كان مايك يتحدث معي دائما عن رجل يدعى تشارلي قد أثر في حياته كثيرا وكتبت ابنته مقالة بعنوان أعظم رجل لم أقابله يدعى تشارلي قلت يا مايك حدثني عن تشارلي فبدأ مايك يبكي كان يبكي بحرارة وقال جون ستة من أعمامي وعماتي التسعة وضعوا في مسحات عقلية والدتي وضعت في مسحة عقلية وجدي قتل رميا بالرصاص كان هذا مصيري أيضا لم تستطع أمي أن تعولني لأن مشاكلنا كانت كثيرة جدا فأعطتني إلى عائلة بواب في مصنع الورق وقد كان اسمه تشارلي وتشارلي لسبع سنوات علمه عن يسوع وأتى به إلى الكنيسة كل أحد وكان يدربه في طرق الله وكان بوابا في مصنع الورق حكى لي مايك كيف كان سينتهي به الحال في مسحة عقلية أو مقتولا لكن بسبب ما فعله تشارلي انظر إلى حياتي فبدأت أفكر تأثير تشارلي على مايك جعل مايك يؤثر في عشرة ألاف عميل كلمهم بكلمة الله ثم تأثير مايك العميق على حياتي كم مليون سمح لله أن أوصل إليه من الإنجيل هل تفهمون كم شخصا تأثر بسبب تشارلي بواب مصنع الورق؟ لهذا السبب التأثير الشخصي أمر مهم سأختم بقصة واقعية القصة عن رجلين الأول يدعى ماكس جوكس كم واحدا سمع عنه ربما إن كنتم قرأتم الكتاب والثاني كان يدعى جوناثان أدواردز كم واحدا منكم سمع عن جوناثان أدواردز أحد أعظم الوعاظ في تاريخ أمريكا ماكس جوكس كان ملحدا وعاش بعيدا عن الله تزوج بفتاة غير مؤمنة ومن هذا الزواج خرج ثلاثمائة وعشر شحاذين ومائة وخمسين مجرمين وسبعة قتلة ومائة سكير وأكثر من نصف النساء كن عاهرات ذريته الخمسمائة وأربعين كلفت الدولة مليون فاصل خمسة وعشرين دولارا وقتها كان هذا مبلغا كبيرا لكن شكرا للرب على الآخر هناك سجل للرجل الأمريكي تقي يدعى جوناثان أدواردز عاش في نفس زمن ماكس جوكس تزوج فتاة صالحة تم إجراء بحث عن ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعين من ذريته ثلاثة عشر أصبحوا رؤساء جامعات وخمسة وستين أستاذا وثلاثة في مجلس الشيوخ ثلاثين قاض ومائة واعد ومرسل ستين مؤلفا بارزا نائب رئيس لأمريكا وثمانين موظفين عموميين ومائتين وخمسة وتسعين خريج جامعات ومحافظون لولايات وخدام في دول أجنبية ذريته لم تكلف الدولة من ليما واحدا إذن هل تفهمون أهمية التأثير الشخصي؟ أكبر تأثير لنا على حياة شخص هو قيادته اليسوع مكتوب في سفر الأمثال في الأصحي الحادي عشر عدد ثلاثين ثمر الرجل البار مثل شجرة تعطي الحياة والذي ينقذ الناس بهذا الثمر حكيم كصياد للناس يجمعهم ويربحهم للأبدية دعوني أقول لكم أمامنا فرصة لنبني بيت الله سواء بطريقة مباشرة من خلال الخدمة أو من خلال تأثيرنا كأفراد على الآخرين أعتقد أن أمامنا فرصة رائعة أعتقد أنكم حكماء جدا إذ حضرتم هذه المحاضرات وقرأتم الكتاب لكي تستطيعوا أن تسيروا الروح القدس فتبنوا بيت الله فأعمال البر والأمور التي تعملونها لله بقوة الروح القدس سيبقى تأثيرها إلى آباد آباد الآبدين دعونا نستمتع ببناء الملكوت ما نريد أن نؤكد عليه في هذه المحاضرة أولاً أنت مدعو لتصنع فرقاً مهماً في هذه الحياة أعطاك الله مواهب أمامك الخيار لتستخدم هذه المواهب إما للملكوت أو تستخدمها لبناء حياتك الشخصية واحدة ستحترق الثانية ستكافأ عليها أبدياً طالما تأثيرك الشخصي سارياً تذكر أن الناس لهم قيمة مجرد المعاملة اللطيفة ستستمر لأسابيع لكن يجب أن تقدر الرجال والنساء في قلبك وتصلي كن عملياً صلي ليعطيك الله أن تشعر بقيمة الناس مثله تذكر لقد مات من أجل هؤلاء الناس ليعطيك الله هذا التقدير هذا الإكرام في قلبك كما هو في قلبه لهم لذلك أريد أن أصلي من أجلك هنا في ختام هذه المحاضرات أبانا في اسم يسوع أشكرك على إخوتي وأخواتي الذين يشاهدونني نأتي إلى عرشك معاً يا أبانا السماوي أطلب أن تتأسس حياتهم تأسيساً ثابتاً على كلمة الله الأبدية أصلي أن تعطيهم القوة ليكونوا مطيعين لك أبانا أذكرك أنك وعدتنا أن تعمل فينا لكي نريد ونعمل لمسرتك لذلك أطلب منك أن تفعل هذا مع إخوتي وأصلي أن يمنح المكافأة الكاملة وليس الجزئية أصلي في اسم يسوع أطلب لكم القوة للطاعة أطلب أن تكونوا هادفين وأطلب أن تشتعل في قلوبكم محبة الله وأطلب أن تشتعل في قلوبكم مخافة الله أطلب أن يحل عليكم حضور الله الحي وكما قوى روح الله الحي يسوع ليتمم مهمته وأنا أصلي أن يقويكم لتتمموا مهمتكم على هذه الأرض باسم يسوع نصلي آمين أحبكم كثيرا وقد كان شرفا أن أشارككم بحياة دافعها الأبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر